موسيقى تشير أصابع الاتهام إلى أن عام 2020 هو السبب الرئيسي في زيادة معدل حالات الطلاق بمصر وذلك للظروف الاقتصادية السيئة التي كانت تمر بها البلاد في هذه الفترة نتيجة لوجود فيروس كورونا المستجد ولكن ورد إلينا الآن هذا التقرير بما يفيد الحالات الفعلية التي تمت في عام 2020 والتي بلغت 218 ألف حالة بينما سجل عام 2019 225 ألف حالة وبهذا التقرير تسقط التهمة المنسوبة إلى عام 2020 ونعلن براءته صباح الخير وألان وسهلا بيكو لست مكملين فقراتنا معاكم فقرتنا عن قانون الأحوال الشخصية ويسعدنا ويشرفنا استضافة سيادة المستشار إسماعين علي خليل المحامي بالنق دول إدريا العليا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك منوارنا النهار يعني قبل ما ندخل على الشق القانوني 2020 كانت متهمة دايما بأنها فيها عدد حالات طلاق أكتر ولكن أثبتت الأرقام والإحصائيات أن 2019 كانت أكتر من وجهة نظر حضرتك إيه ستبب؟ والله أنا أستمت منها أن ليس الفقر هو سبب من أسباب الطلاق بدليل أنها كانت عشرين عشرين كانت يعني الحالة الاقتصادية تعبانة شوية ورغم ذلك حالة الطلاق أقلت يبقى ما نقدرش نقول أن نسبة الفقر هي السبب الأقوى في الطلاق وفي نفس الوقت نقول برضو نستنبط منها أن تقارب الزوج والزوجة أنهم يبقون موجودين بدون أعباء العمل والضغط النفسي في العمل أدى إلى نقصان الطلاق أو زيادة الطلاق فبالتالي نستنبط من هذا الأمر أن من ضمن أسباب أو عدم الطلاق يعني بصفة بزيادة الطلاق ليس الفقر وليس البعد الرجل عن المرأة تمام يعني من وجهة نظر حضرتك إيه الأسباب اللي بتأدي إلى الطلاق أسباب الطلاق يعني كثير الناس تكلمت فيها متعددة وكتير لكن أنا أذكر سبب واحد بس ما قبل الزواج يعني أسباب الطلاق هو أسباب قبل الزواج وأسباب وسبب بعد الزواج تمام فما قبل الزواج هو اختلاف مرجعية الزوج مع الزوج اختلاف مرجعية يعني الأساس اللي هو بيأخذ منه القرار تمام الخلفية بتاعته اللي على أساسها بيتخذ قرار إيه خلفيته؟ هل هي خلفية العرف؟ هل البيئة؟ هل الأسرة؟ هل البلد؟ هل الدين؟ فإذا كانت الخلفية بتاعة الزوج والزوجة متفقين فيها بين الغلط غلط والحلال حلال والحرام حرام في الحالة دي يكون فيه توافق ما بين الزوجية يعني لما تكون مثلا الزوجة متربية في أسرة إن ما فيه ما يمنع إن ابن عمها يدخل في البيت فعادة موجود الأب أو الأخ أو كلام منها دي هي موجودة عندها كده ما فيش مشكلة إن أخو الزوج يدخل عندها للبيت فعادة موجود أخوها أو فعادة موجود زوجها أو محرم معاه الأمر طبيعي بالنسبة لهم لما تيجي الطرف الآخر يكون الزوج عنده الأمر ده ممنوع محدش ما فيش حاجز بيخش على الزوجتي أخويا حتى إن ابن عمها ما ينفعش لو جم دولة تزوجوا يبقى الوضع إيه؟ الخلفية بتاعتهم مختلفة المعيار الصحي والغلط مختلف ما بين الأتنين؟ يا ده ما يراه هو صح تراه هي غلط وما ده تراه غلط يراه صح وهكذا في بعض الحالات يعني يا فندم بيقولوا كل واحد فينا يتغير بعد الجواز لا مسألة التغيير فيما بعد قد يتغير وقد يتغير والغالب لا يتغير لأن ده التربية الأساسية اللي نشأ علىها بدائيات يعني فيه صحيح فبالتالي أنه هو يقول إن أنا ها تغير ما مستحيل يتغير المرجعية بتاعته لأنه شافت الأب كده أو شافت الأسرة كده أو المرجعية بتاعته إذا كانت الدينية أو عرف أو كلامي فدي لها مرجع دين يعني وإحنا نبحث في الدين لأهلها مرجع وأسس في الدين صحيح ربنا لما قال الخبيثات للخبيسين والخبيسون للخبيسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ده مش معناه قدر إن كل طيب هيتجوز واحدة طيبة أو الخبيسة يتجوز واحدة خبيسة أبدا ده شرع تشريع من الله عز وجل لما تيجي تتجوز خذ اللي شبهك صحيح خذ اللي أنت متفقين فيها مع بعض إن ده غلط وده صح صحيح لا بد أن الخلاف يكون وارد الخلاف يكون وارد ويكون أسباب من أسباب الطلاق إذا شيء دي وذلك لما قالك الزاني لا ينكح إلا زانية أيه معنıyı الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكحها إلا زانية تمام معنها برضه تشريع مش فرضا إن يكون سيء الأخلاق يتجوز واحدة سيئة الأخلاق أو العكس لكن بيقوله تشريع خذ اللي شبهك اللي تناسبك اللي يكون معنى واحد بيدعو للدين ويدعو إلى التباعد المنهج الصح الدين يروح يتجوز واحدة تدعو العكس ذلك لابد انها يختلفوا فلابد ان يكون المنهج واحد والمرجعية واحد علشان ما يحصرش الفكرة عمولة تمام طيب فندم ايه الفرق ما بين الطلاق والخلع الطلاق هو يعني من الطلاق الزوج حق انه يطلق اصلا يعني وبصفة منفردة وبدون افصاح عن السبب فهو ليه ارادة منفرد انه هو يطلق لما يراه من اسباب خاصة به هو ولا يطلب منه افصاح نيته ليه انت طلقت ولا يسأل عن هذا ده من حق ان يطلق ويسمى ده هذا الطلاق طلاق غياب والطلاق الغياب الزوجة المطلقة تأخذ جميع حقوقها فيه هي ممكن تطلب الطلاق ممكن تطلب الطلاق للضرر يعني عليها في هذه الحالة انها تثبت الضرر اللي وقع عليها تجعل الحياة مستحيلة او العشرة مستحيلة بين او بين زوجها في الحالة دي لو طلقت طلقها الآضي تاخد جميع الحقوق بتاعتها ولو كان مثل لو كان الزوج هو اللي طلقها غيابيا الخلع بها مسألة تختلف عن الاثنين الخلع انها بتتنازل عن كل مستحقاتها مقابل يعني لا تعيب في شيء يعني مش لازم انها تثبت انه هي في ضرر ما فيش ضرر الزوج طيب كويس لكن انا لا اقبل المعيشة معاه لا اسباب تراهية بصفة شخصية من حقها انها تطلب الخلع ولكن ترد لكل ما يتحصلت عليه من الزوج ترده الى الزوج اشان ايه طب ده بالنسبة للطلق والخلع في اي حالة من الحلتين يحق للزوجة المطلقة التنازل عن حضانة الاطفال حضانة الاطفال ليس حق للزوجة ولا حق للزوج حضانة الاطفال هي حق للطفل والقانون قرر حضانة الطفل بما يتناسب مع سنه فلما يكون الطفل صغير الحضانة تكون محتاجها لها اكتر للمرأة فبالتالي حضانة المرأة للطفل الصغير هو واجب عليها وحق للطفل فلا يجوز أن الأم تتنازل عن حضانة الأبناء لكن لو فرضا تحت ظروف معينة واشترطات قد لا تكون قانونية واشترطوا ألا مقابل شيء معين تتنازل عن حضانة الأولاد أو الأطفال أو الصلاة وده اللي بيحصل في بعض الهالة يعني أن الزوج بيكبر الزوجة على التنازل عن الأطفال مقابل حصولها على الطلاق لو حصل ذلك من حق الزوجة أو الأم أم الأطفال تسترجح حضانتها باللجوء إلى المحكمة وتسترد الحضانة للأطفال لأن دي مصلحة الأطفال وليس من حق للزوجة أو الأم سن الحضانة كامي فاندم للولد والبنت؟ الولد بنت 15 سنة تبقى في محتاجين لحضانة المرأة أو النساء بعد ذلك بعد 15 سنة تكون محتاجين لحضانة الرجل لكن بعد 15 سنة ممكن يخيره عما إذا كانوا يريدوا أن يستمرار مع الأم أو الاستمرار مع الأب في اليومين اللي فاتوا فاندم انتشر كتير قوي موضوع عدم كتابة الأيمة فهل عدم كتابة الأيمة دي بيضيع الحق القانوني للزوجة؟ الأيمة لو احنا نظرناها هي إيه الأيمة؟ الأيمة قد تكون جزء من المهر وقد تكون شرط وقد تكون عرف ما بينه المجتمع فإذا كانت جزء من المهر يعني الرجل لما جيه يتجوز وليه الأمر قال له والله إحنا عايزين المهر بشكل معين مهر بيتكتب في الأسيمة الزواج بيقوله مؤدم ومؤخر ومهر تجيب به فرش ففي الحال أو المنقلات في الحالة دي بقى جزء من المهر بمعنى أنه بقى ركن من أركان الزواج فيجب الزوجن يوفي به لأنه ده ركن من أركان الزواج أو أنه هو ما هواش ركن خلاص المهر حددناه في الأسيمة أنا شرط عليك أن أنت تجيبه واحد اثنين ثلاثة من المنقلات هذه ده شرط يجب أن أنت توفي به يتكتب ما فيه شي مشكلة أو العرف العرف تعرف كده المجتمع أنه يكتب آيمة والمعروف عرفان كالمشروط شرطا الحاجة المعروفة وسط المجتمع زي ما يكون اشترط عليه اشترط عليه تنفذ والمعروف عرفان ده معروف يبقى تنفذ فجميع الأحوال الآيمة تتكتب ما فيهش لمخالفة لا شرعية ولا عرفية بل يكون شرط من ضمن الشروط أنه يكتب آيمة لكن إذا تنازل عليها ولي الأمر أو تنازلت عليها صاحبة الحق فإن حقها أي واحد صاحب حق من حقه يتنازل عن حقه في أي وقت إنما لو ما تنازلش وطرقنا أن نحن نحكم فيها حتى لو ما كانش الأمور واضحة الأصل أن الآيمة العرف تعرف على كده أو هي شرط أو هي جزء من المر إنت تلجأ الزوجة لرفع دعوة نفقة للأطفال؟ عند امتناع الزوج أو الأب عن الإنفاق عن الأولاد فمن الممكن يكون امتناع على الإنفاق بعد الطلاق مباشرة ترفع دعوة بإلزامه بنفقة الأطفال من بعد الطلاق من تاريخ الامتناع وقد يكون الامتناع قبل الطلاق فمن الممكن أنها تطلب إلزامه بالنفقة بسنة ماضية يعني حتى وهي كانت قبل ما تطلع وهي على زمته وهي على زمته وهي زوجته تطلب نفقة للأطفال لسنة ماضية فمن حق أن أطلب لهم طب أنا خدت دلوقتي حكم بالنفقة لكن مش عارفين نحصل على الزوج مين الجهة اللي ممكن تنفذ لي ده؟ أو إيه قلية تنفيذ هذا الحكم؟ إذا كان هو موظف فأنا بالجأ للجهة أتعامله بما يسمى بحجز مال المدينة لده الغير وبأطلبه أخذ من مرتبه يقططع من مرتبه وبأخذه كنفقة إن لم يكن موظف وله مرتب بضو بيرفع قضية اسمها دعوة يدفع الحبس يرفع قضية إذا دفع كان بها ما دفعش بيحبس وليه فيه طريقة تانية إدارية عن طريق بنك ناصر إذا كان فيه الحكم صادر فبيلجأ لبنك ناصر دي مسألة إدارية بيقدر بنك ناصر فيه بند بيسمح لسداد النفقات فطبقا للبند المسموح به في بنك ناصر بيسدد النفقة كاملة أو جزء منها طب علشان ما نوصلش الموضوع النفقة والطلاق وكل الإجراءات دي حضرتك تنصح أي اتنين بيفكروا في الطلاق بإيه والله الطلاق من الممكن يكون حل المشاكل قد لا تحل إلا بالطلاق لكن هي مسألة خطيرة أن بيترتب عليها أعباء نفسية ومالية وخاصة الأبناء والأولاد الأطفال فالإنسان يكون يعني يفكر كثيرا قبل الطلاق ويمكن أنا قلت في بداية كلامي أني من أسباب الأسباب للطلاق قبل الزواج وبعد الزواج يمكن ممكن تكون من أسباب الطلاق الاستئصار المرأة بزوجها بمعنى نبقى لها الزوج مستأثرة به المرأة بطبيعتها فيها غيورة غيورة وغير الغيرة دي شيء إيجابي وطيب دم بس ممكن تبقى سلبية في حالة أنها لم تبص غير أنا من جرتها من سلفتها لكن لو الرجل متعدد الزوجات من ممكن غيرة المرأة دي تبقى إيجابية فأنا أفضل أو أرى أن تعدد دم موضوع تعدد الزوجات أرى أن تعدد الزوجات قد يحل مشاكل كتيرة في المشاكل الأسرية مش يخلي فيه طلاق بالعكس يخلي فيه ألفة ما بين الزوجين ويخلي فيه إحساس دم موضوع تعدد الزوجات دي فندم محتاجين له حلقة خاصة لوحده يعني لكن في نهاية لقاءنا بنشكر سيادة المستشار اسماعين علي خليل المحامي بالنقض والإدارية العليا وعلى وعد بلقاءات أخرى متجددة إن شاء الله شكرا لك محتاجين نختار بعض صح محتاجين نحافظ على البيت اللي تعيبنا فيه واستلفنا عشان نبنيه إحساس الحب حلو وجميل لكن الأجمل إن العقل يشاركنا في اختيارنا ليه ومن دلوقتي للحلقة الجاية هناخد بريك ونفصل شوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة